تابع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء والجهات الحكومية المرتبطة بها خلال شهر نوفمبر الماضي وخلال اطلاعه على التقرير أعده مدير المنظومة طريق الرفاعي ثمن مدبولي جهود منظومة الشكاوى الحكومية خلال الفترة الماضية موجها بفتح وتنويع قنوات التواصل بين المواطنين والحكومة لطلق الشكاوى والاستفسارات وبدل أقصى جهد ممكن للرد عليها والتصدي لأسبابها هذا وأشار التقرير إلى أن منظومة الشكاوى الحكومية طلقت ورصدت 136 ألف شكاوى وطلبا واستغاثة خلال شهر نوفمبر تم توجيه 110 ألاف شكاوى منها لجهات الاختصاص المختلفة المرتبطة بمنظومة إلكترونية فيما تم حفظ 22 ألف شكاوى وفقا لقواعد وضوابط الفحص قبل توجيهها للجهات المعنية بينما يجرى استكمال مراجعة واستفاء بيانات 4000 شكاوى وطلب لاتخاذ ما يلزم ترجمة نانسي قنقر